ربنا بعتولي ليه بقى انا وصلت لمرحلة انا قبل الاختيار واحد اكلمك بقولتها الصراحة ارجوك انا منقطع تماما عن شغل الميديا يست احلى احلى انا اشتغلي انا عايز امثل اروح امثل مسرح اه اه اخرج حاجة اعمل اي حاجة اطلع فن ده في اي حاجة ربنا بيبعد فلوس الحمد لله او باعرف عيش مش محتاج مش عايز اه كاستن ديركتور بتاع دكتور بيتر اسمي ابراهيم فارغ اتصل بيها في كلابش ثلاثة ونساعتها بعمل يعني فيلم مهرجانات فقولت له لا مش فاضي طب انت بكرة اتروح تصور اتقول له مش عايز معلاش يا ابراهيم اتصل بيها ساعة الاختيار كان داخلت رمضان وانا فعليا بجد اللي هو فكرة ايه اه عندي طاقة انه ما بعملش ساعتها مصرح دكنيه على رمضان فالمصرح قفل تمام مفيش حاجة بنعملها ميش فيلا بينا تمام فروحت وابتديت هناك وبشتغل والله العظيم مش باصص لفكرة هو ايه اللي ممكن يجي من الدور اللهم لك الحمد دوري خلص اتصل بيها اللي انت مخلصتش لسه انا عايزك تاني انت معي انت معي والثقة دي عنده فكرة فيه ممثلين كتير كويسين جدا يعني زودتو مشاهد اه زودنا على السيناريو ايو تاتشوت ما شاء الله فهو الفكرة كلها الحمد لله المشهد الفركش بتاع اختيار واحد العبد الله ما شاء الله فهو الفكرة كلها في حتة ان حد يبقى سابورت ليك في الزمن ده صعب ايه فده رزق من عند ربنا طبعا ما يعني بجد الفعليا الحمد لله الحمد لله ده كرم ربنا لحد بيحب الشغلانة ايه وان ربنا اغطى لك ولاد الحلال في السكة طول ما انت ماشي تلقى الناب حلال الحمد لله وفي المطلق يعني مش عايزين منك حاجة لا 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 ما عايزين يوقفوا معاك الحمد لله والفكرة كلها التعامل بسيط فكرة انه هو رجل صريح جدا وانا بستأمنه جدا على نفسي اروح له بعد المشهد بعد ما خلصناه خلاص حلو ولا نعمله تاني يا ابن الحلال حلو بجد قال لي عارف لنه هو فعاليا ما بيسبش تفصيلة صغيرة او كبيرة انت عاود تصعبها على نفسك وهو بيقول لك المسئلة كوي احنا ماشيين تمام ما هو فكرة تحمل المسئولية ده ده حد بيصخ فيك دي صعبة يعني تخيل انت مثلا اديت كل حاجة عندك لإدارة شخص وشخص فعلا بتحبه جدا فالشخص ده هو عمل ازاي على الامانة دي فالامانة دي يا اما يفرط فيها يهملها يا اما يبقى ادها اصلا بيبقى ساعات فيه مخرج بيبقى ممتاز بس هو صعب ويعيدك عشرونية مرة يقولك انا ارخص حاجة عندي الخام هنعيد هنعيد والوقت معانا وهنعيد لحد النوصة اللي في مخي ده والله ما فيش اي مشاكل بس هو فعاليا بجد فجرة السابورت نفسها مثلا دور صحبان ده لو اتكلمنا من ناحية انت جاية بحت ما يجي في اسم يعمله دور لطيف يجي كوميديان ليه اسمه يعمله يبقى تحط حد ايه زيادة في الكرو ده زود الكرو ايه نجوم فهو فكرة الرزق بتاع الشباب ده وفكرة ان عايز حد يعمل الدور ده دي ثقة انا شفت صحبان مش دور يعملوا اي كوميديان ولا حاجة خالص لانه صحبان عنده فلسفته ده وجهت نظره وانا بتفرج وفلسفته احا مش اقولك صحبان فلسفته زي فلسفة عمر الخيام هو عنده فلسفته لانه دقيقا كل بني ادم وليه فلسفة طبعا بس صحبان عنده فلسفة لكن هو مش متكلف هو فلسفته واضحة سهلة بسيطة معلنة انا كل اللي هسمعه هقوله وانا مش قصد زي ما ارشد كده عن انه ايه الحق ده زوج الحسن الصباح موجودة عنده عمر الخيام في البيت ومستخبية عنده واي حاجة هو عاوز يقولها بيروح قيل ومش شغل دماغه بالنتيجة هتبقى ايه فهي دي فلسفة ودي مش فلسفة مش دور يعملوا اي كوميديان لانه فيه كوميديان مضحكاتي وفيه كوميديان عارف هو بيعمل حاجة ازاي انها مش بغرض الكوميديا وفيه بشاهد مش كوميدي خالص طبعا طبعا فيه مشاهد مش كوميدي خالص يعني مثلا فيه المشاهد اللي انا كنت اول مرة ارى السيناريو بقى اتحك بقى اتحك ليه بقى انا متخال منظري بالشعر بالقرعى والكلام ده كله وانا بقول كلام حب وحبيت واحدة والكلام ده كله ايه فعمل وانا بقى اتحك اللي هو انا لا لا مش بصدق ان الشكل ده يبقى عنده مشاعر فقعدت اذاكر في المشاهد ده كتير جدا فكرة ايه يعني مثلا الاول بسزاجة شديدة جدا وانا بذاكر في اول مذاكرتي المشاهد ده كان في حلقة 14 اه قلت هو لازم يعيط ده لما اول مرة يقابل عمر الخيام لما دعا يعود على طرابسته لا ده في حلقة 13 حلقة 14 دي هو بيحكي له عن قصة حب قصة الحب اه فهو الفكرة كلها ان هو انا اول حاجة سألتها نفسي هو مرة على الحدث ده قدي فالحزن درجات زي وزي اللون صح يعني فيه اقصى اقصى ده اللي هو ساعة الحدث اللي هو مثلا اللي هو ايه اه الحاجة دي اللي لسه حصلة دلوقتي غير لما بعد شهور غير بعد سنين فده اللي هيفرق فهو فعليا بجد فكرة ان انا اتعامل مع الدور مش فكرة ان انا عايز ارمي افات يعني بص انا مش بسيبك اه عيني رايحة عليك انت والله يا بجدل انه وانت قاعد عمال بتتكلم فانت عينيك قاعدة بتتكلم كمان يعني هو ده كمش ماشهد ده